أهلا بكم أبهر في مونديال قطر ورحلة النصر في الرباط اكتملت وفي يوم الرحلة الرباط تزينت واستقبلت الأبطال الأبطال رفقة أمهاتهم في القصر الملكي ملك يحتفي بأبنائه العائدين من قطر يكرم الأم وأوسم لأسود رفعت رأس المغرب عاليا الصورة في القصر الملكي بالرباط أمس فيها الكثير من الحب فيها الكثير من العفوية والبساطة وطن يجمعنا وجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي حسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جلالة الملك يستقبل أعضاء المنتخب الوطني يوشح أعضاء المنتخب بأوسمة ملكية في حفل عرف حضور الأمهات أمهات اللاعبين العائلة في القصر الملكي يونس رفيق برحاب القصر الملكي العامر بالرباط حلت حافلة المنتخب الوطني الذي خصه جلالة الملك محمد السادس مساء أمس باستقبال إثر الإنجاز التاريخي غير المسبوق في موضيال قطر المتمثل في بلوغ دور نصف النهائي بقاعة العرش وشح جلالة الملك كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الرقراج بوسام العرش من درجة قائد بعد ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك لاعبو المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم في مشهد يحمل الكثير من العبر والدلالات وبوسام العرش من درجة ضابط وشح جلالة الملك لاعبي المنتخب الوطني تقديرا لما قدموه في نهائيات كأس العالم قطر 2022 عناية ملكية واهتمام خاص ما فتأيوله جلالة الملك محمد السادس لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص هو تكريم أيضا لمساء المغربيات من خلال أمهات اللاعبين اللوات حضين باستقبال ملكي رفقة أبنائهن تكريم من جلالة الملك لكل أم تصهر وتحرس على تلقين أطفالها مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن هو تعبير أيضا عن المكانة الخاصة التي يليها جلالة الملك للمرأة المغربية جلالة الملك أعطى بالموازات مع ذلك تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه وصورة تذكارية تخليدا للمناسبة أخذت لجلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم وأمهات اللاعبين الحاضرات قبل أن يقدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات لصاحب الجلالة تعبيرا عن امتنانهم لجلالته على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية